بسم الله الرحمن الرحيم حبتي الكرام في كل مكان اينما كنتم اينما تواجدتم اهلا ومرحبا بكم اصدقاء الاوفياء متابعين الاعزاء في كل مكان عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتز من استاد بورج العرب وحييكم ويا سيدني انا اكون معكم للتعليق على احداث مباراة طلاع الجيش والمصري البور سعيدي في مباراة الدور قبل النهائي لمصابقة كأس الرابطة المصرية للانبياء المحترفة لعام الفين اربعة وعشرين النسخة الثالثة من هذه البطولة التي بدأت في عام الفين اتين وعشرين والتي تواج بها فريق مودرن فيوتشر في النسخة الاولى ثم حمل لقب البطولة في النسخة الثانية فريق سيراميكا كيليوباترا المصري البور سعيدي اللي كان وصيف النسخة الثانية في العام الماضي امام سيراميكا كيليوباترا يسعى للحصول على تأشيرة الوصول الى الدور الختامي والمباراة النهائية لبطولة تكأس الرابطة المصرية امام طلاع الجيش فريق اللي سابق له انتوج ببطولة السوبر المصري موسم الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين عبد الحميد بسوني المدير الفني لفريق طلاع الجيش بيدخل اللقاء بتشكيل مكون من محمد شعبان في حراسة المرمى امامه رباء الدفاع احمد زولة في جهة اليمين وفي اليسار احمد متهب قلباء الدفاع عمر الطارق وخالد سطوحي في محور الارتكاز يتواجد فريد شوقي مع حميد ماو في المقدمة ثلاثي وسط الهجوم عبد الرحمن شيكا موسى ديوارة يسري وحيد وفي المقدمة جودوين شيكا بينما علي ماهر المدير الفني لفريق المصري فبيدخل اللقاء بتشكيل مكون من محمود جاد على مستوى حراسة المرمى لديه في الدفاع الكريم العرائي في جهة اليمين وفي اليسار عمر السعداوي قلباء الدفاع احمد ايمان منصور وباهر المحمدي في الوسط عمر موسى مؤتز بالمونير ومحمود حمادة وفي المقدمة ميدو جابر سمير فكري ورأس المثلث الهجومي هو محمد الشامي كان سابق له ان ادار مباراة في دور المجموعات لهذه البطولة في هذه النسخة الثالثة جمعت فريق درامج بيزيد افسي والتات بثلاث هداف مقابل هدف لصالح فريق درامج الذي ودع البطولة من دور الثمانية من ربع نهاء البطولة بعد الخصارة امام المصري بثلاث هداف مقابل هدف واحد في مباراة قدم فيها المصري سيمفونية بورسعيدية اسعد بها جماهير المدينة الفاسلة في بورسعيد انطلقت المباراة احبتي الكرامة المصري باللون الابيض الكامل على يمين ملعب اللقاء بينما على يسار الملعب فريق طلع الجيش بالقمصان الحمراء شرطات السوداء بالاضافة للجوارب السوداء ركلة البداية كانت من نصيب المصري الكرة مقطوعة تحولت لداخل منطقة الجزاء من جهة موسى ديوارا الى جودوين تشيكا يلعب كرة اقصى اليمين داخل منطقة الجزاء الى يسري وحيد لكن فيه تغطية من قبل عمر سعداوي بدي ثلاث اداف ميدو جابر محاولة عند اللعب سمير فكري من داخل منطقة الجزاء بتصويب لكن بالقدم اليسرى تمر بمحاذاة القائمة الايمن لمرمى طلع الجيش والحارس محمد شعبان الى ركلة مرمى طياد الفريق خالد استلام مع تقدم بالكرة لوسط الملعب تلعبت الى جودوين تشيكا يدخل منطقة الجزاء في اغطورة محاولة بتصويبه في شباك الحارس جاد مع الدقيقة الاربعتاشر جودوين تشيكا يفتتح باب التسجيل من مزحمة مع المدافع مدايمة منصور يدخل لمنطقة الجزاء يستلم الكرة يختار الزاوية اليمنى يسددها قوية في الشبكة من الزاوية الجانبية اليمنى لحارس محمود جاد يعطي الاذن للقدم اليمنى لكي تتحدث ولتبوح بسر اول من اسرار المتعة والتشويق والاطارة جودوين تشيكا لعب نجير يتقدم لكرة عالية لعبة سقوط احمد ايمان منصور يدخل واستغل هذا السقوط مع التصويبه على يمين محمود جاد يتقدم لفريق طلاع الجيش هنا كان الصراع على الكرة المساعد الاول هاني خيري لحكم المباراة لم يعلن عن شيء استلام جودوين تشيكا تأخر من باهر المحمدي في التغطية بعدما استغل الكرة العالية اللي تلعبت بسوء تقدير من احمد ايمان منصور للكرة جودوين تشيكا في محاولة المزحمة والحصول على الكرة بهذه الطريقة كما نتابع ثم تزديدة تترجم الى الشباك وان كان ربما يكون فيه تدخل من قبل حكمي الفار واقل فرحان ومصطفى شهدي حول تدخل جودوين تشيكا في الكرة مع احمد ايمان منصور اللي بيحتسب بالفعل هدف هدف عبدالعزيز السيد يؤكد على صحة الهدف بعد المدولات والمشاورات مع حكمي تقنية الفيديو والفرحان ومساعده مصطفى شهدي اذا الفريق صاحب الضيافة طلع الجيش يتقدم لا يوجد تسلل على جودوين تشيكا تقدم ان الفار يتدخل لعملية دفع كانت من جودوين تشيكا لحمد ايمان منصور لكن الهدف يحتسب استلم الكرة رغم المضايقة دفاعية راحت الى محمود حمادة بتصويب من محمود حمادة بالقدم اليومنا من مسافة ستة وعشرين متر تقريبا لكن الى خارج ملعب ركلة مرمى لصالح فريق طلع الجيش هناك أرضية الملعب متأثرة بالأمطار وبالمياه محاولة عمر السعداوي مر عمر بالقدم اليسرى تصويبه متابعة من معتز بالمونير الى محمد الشامي دربكة داخل بلطيقة الجزاء لكن انقاذ من الحارس ثم متابعة من احمد متاب يابلو حميد ماو محاولة المنع كرة تلعبت من عمر السعداوي الى الشامي رجعت الى محمود حمادة لمعتز يامور مش ممكن معتز وممتع ما بين الفريقين في تحدي من عجل صعود الى المباراة الثانية كرة ومحاولة من تقدم محمود حمادة على حدود منطقة الجزاء لكن كرة مقطوعة صفارة عبدالعزيز السيد تعلن عن ايات الشوط الاول وفي تقدم لطلع الجيش بهدف واحد مقابل لشيء هدف سجل مع الدقيقة 13 عن طريق نيجيري جودونتشيكا وصل الى الدور ربع ناية بعد ما حصل على سبع نقاط بينما المصري في المجموعة الرابعة اللي ضمت المصري والجونة والبنك الاهلي والمقل العرب احتل الصدارة بسبع نقاط من فوزين وتعادل انطلاق التشوط التاني بصفارة عبدالعزيز السيد إلى مساعدة قرب منه محمد الشامي رجع لعمر موسى بتصويب عمر موسى من بعيد سدد من مسافة كرة بتحوالي 30 متر تقريبا او اكثر لكن الكرة تمر الى ركلة مرمى بالقدم اليوم يسري وحيد واحمد عيما منصور يسري يقترب الكرة تهياتي لعمر السعيد تزديدة لكن في وسط المرمى من حصن حظ الحارس محمود جاد ان تصويب عمر السعيد راحت في منتصف المرمى ضغط من حسن علي اعاد الكرة حسن علي يحصل على خطأ حسن صاحب الهدوء صاحب التركيز صاحب استغلال الامثل للفرص اللي راح تتاح له بالتأكيد هو الاقرب للوصول الى المباراة النهائية لملاقات الفائز من الاتحاد السكندري وسيراميكا كيليو باترا ما زال الامر مستمر لفريق المصري من اجل ادراك التعادل هدف واحد لا يطمئن بالنسبة لعبد الحميد بسوني ليسعى جهدا للحفاظ على التقدم او تعزيز الهدف الاول بهدف ثاني خطأ وحسن علي على التنفيذ تلعبت بالقدم اليسرى لحسين فيصل صلاح محسني يحسن التصرف ويدرك التعادل مستغلا الكرات الثبتة وبرأسية حسين فيصل ومن حسين الى صلاح وصلاح محسن يصلح الحال ويصلح الاوضاع من داخل منطقة الجزاء بباطن القدم ترجمها ليرسم الفرحة والسعادة فرحة كبيرة تظهر في مدرجات ملعب المباراة هنا في استاد بورج العرب صلاح محسن هو المترجم التهديفي لنصور المدينة الباسلة مع الدقيقة 74 مستغلا كرة عالية لعبت الى حسين فيصل السر في كلمة البدلاء البديلين صلاح وحسين حسين دراسية تهيات الى صلاح وصلاح بباطن القدم اليسرى يترجم الكرة في الشباك حاول محمد شعبان ان يتصدى وان يحافظ على نظافة الشباك ولكنه فشل وهذا صلاح محسن ان تمر الدقائق دون ان يسجل وان يضع التوقيع وبصمة وامضاء في شيباك طلاع الجيش صلاح محسن يسجل هدف التعادل لاعب اللي سابق له ان سجل في مرمى طلاع الجيش تحول في الاداء بعد هدف التعادل وكادا يفعلها ميدو جابر ميدو بتصويبة من على مشارف منطقة الجزاء الكرة مرت بمحازات القامة الايمن خطى من دكدوج راحت إلى ميدو سددها ولكن مرت بردا والسلام على مرمى طلاع الجيش استضمت وتحولت إلى ركلة ركنية حسين فيصل كرة عالية لصلاح محسن داخل منطقة الجزاء ممتاز محمد شابان خروج من مرمى بقبضة اليد أبعدها قبل تدخل صلاح محسن لكن يسقط يتعلم من الاستضامة اللي حصل مع صلاح محسن ألف سلامة لمحمد شابان مصري اللي وصل إلى المباراة النهائية في نسخة العام الماضي بعد ما فاز على مدرن فيوتشر بركلات الترجيح من علامة الجزاء ها هو يصل إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء في مواجهة أمام طلاع الجيش في مباراة تهت بعد تسعين دقيقة بالتعاذ الواحد واحد